السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحباتي في الله متابعين قناة تفسير الأحلام مع رانيا هقدم لكم النهاردة تفسير رؤية طماطم في المنام للمرأة المطلقة والأرملة في المنام الطماطم أو البندورة الحمراء للمطلقة أو الأرملة تشير إلى الإقبال على فترة مليئة بالفرح والسرور والرزق والمال والنجاح في كافة المجالات الطماطم أو البندورة الخضراء للمطلقة أو الأرملة في المنام تشير إلى الرزق والمال الذي ستحصل عليه الحلمة بعد تعب وقد يدل الحلم على التصرع في اتخاذ القرارات لذلك عليها التأني قبل أي تصرف وأي عمل ستقوم به أو قبل اتخاذ القرار تفسير مشاهدة الطماطم في المنام للمطلقة أو الأرملة إذا رأت أنها شخصا ما يعطيها الطماطم يدل على أن الله سبحانه وتعالى سوف يعودها كثيرا بالخير والرزق عما قريب رؤية الطماطم تدل على المطلقة أو أنها سوف تتزوج من رجل صالح يحافظ عليها ويحبها ويقدرها ويعودها خيرا عما رأته في زيجاتها الأولى هي أو الأرملة إذا كانت الأرملة في سن يسمح لها بالزواج فالطماطم بوجه نعام في منام المطلقة والأرملة بشرة خير وعلامة على السعادة القادمة لها في أقرب وقت بإذن الله كما أنها إشارة إلى التغلب على الأزمات والمشاكل ورؤية المطلقة في المنام أو الأرملة للطماطم علامة على تحقيق الأهداف والنجاح في الكثير من الأمور وتدل أيضا إلى أنها ستتزوج من رجل على خلق ودين ومشاهدة المطلقة للطماطم علامة على أنها ستحصل على مال وفير وخير كثير في الفترة المقبلة أيضا رؤية الطماطم في منام المطلقات والأرامل تمثل إلى إمكانية بداية حياة جديدة قد يكون مؤشرا على استعدادها للمضية قدما وأنها قد تكون هناك بعض الفرث الجديدة في طريقها إليها ويمكن أن ترمز الطماطم أيضا إلى تقدير جديد للحياة وشعرها بالرضى وأيضا ينبع من القدرة على التحكم في مصير المرء بهذه الطريقة يمكن أن تشير الطماطم في المنام إلى الأمل والتجديد للمطلقة والأرملة وإلى هنا تنتهي حلقاتنا ونلقاكم في تفسير جديد فلا تنسوا دعمنا دائما بالإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم دائما كل ما هو جديد لنا إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته